حطيت ببالي هدف معين وقلت لأ أكيد إن شاء الله حتنجح هالفكرة مرحبا واضح أنا دانيا من الشام عاملة مشروع صغير طبخ بيتي تقريبا من أربع سنين بلشت فكرتي بصحون برك بلشتنا أنا وأكتر منصبية نعمل صحون برك ونوزع على مراكز كتير كبيرة هون بالبلد عنا مثل مراكز طب الأسنان مثل مراكز تجميل مثل مشافي مشان ندوقا شغلنا بعدين بلشت نطلب مني أكتر من صنف في إجباري صار بدي كبر الكادر لازم كنت لحالي لا استعانت بي صديقة لقلي إنه شو رأيك ممكن نحنا أنا وياكي نعمل شي تاني كريم شارلت عنا اليوم خمستاش خمستاش طبق يوم اليوم نحنا أربع سيدات عم نشتغل بالمطبخ بس أحياناً نكون عنا بالمواسم بالأعياد نحنا ممكن نكون تماني أو اتناعش على حسب كمية الطلبات اللي عم تجينا قبل مشروع المطبخ كنت عم درس بعدد مدارس طلعت بالفكرة كتير استشرت عالم عالم يحبزوني وعالم شجعوني وقالوا لي ممكن هالفكرة تنجح وعالم لا قالوا لي لا إمكان ما تنجح وما تتأمل كتير وعنا بالبلد كله فاشل في عالم يوصلوني على الطلاب من وديهم الطلاب ونروح للمكان والعنوان فهم لا نجد زبون الصعوبة الثانية اللي عم مواجهة هي مصعبات التنقل المواصلات كتير صارت غالية والزبون ما متقبل فكرة إنه نحن يدفع أجار توصيل يعني زيادة عن النظامي أسعار المواد الأولية كمان يومية بشكل يومي عم يصير زيادة بالأسعار الأولية من كل شرائح البلد ممكن سيدات أعمال مشافي بنوك أفراحة كتير عالم بتوصيل أعياد الولاد لعظمات كبيرة الأعراس موجودة بأي صالة النجاح هو مصداقتك مع العالم الكبير إنك العالم تحبك تشوف شو عم تعملي تكوني متواصلة معهم بشكل يومي توصلي لقلوبهم ما تفكري بالربح فورا ما تفكري بالأول بمحبة العالم لألي يومي بيجينا كتير أسئلة إنه كيف هالأكلة بتعمليها يشموا كوناتها فنحن مكتر من نكون فاضين عم نشتغل بعملنا بشغلنا فهلأ نحن حنعملنا مدونة الكترونية حتنزل فيها كل الوصفات وكل الأكلات طموحي إنه أصل لكل شي سوريين برى البلد طموحي الثاني إنه يكون عنا الأكبر طبعا إنه يكون عنا متعام وسط دمشق رسالتي لكل شب وصبية قاعدة بالبيت لدى لكم قاعدين لا تستنوا فلستة العمل إنتوا اختروا وشوفوا وين طاقاتكم وين إمكانياتكم وعملوا مشروع صغير أكيد مع الوقت لها ينجاح رغم كل شي صعبات اقتصادية عملنا مدفية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر